السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني اخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة التقس بيئة المغرب سوف نقدم لكم المدول معنية بامطار الخير في الفترة بعد الزوال اليوم ان شاء الله والايام القادمة والمدول معنية بالامطار القوية ان شاء الله فاولين اخي اختي بغيث ربي يستعليه قديرنا واحد الاشتراك واحد لايكي لك اول مرة كنت شاهد القناة وبالنسبة لمناطق المعنية ان شاء الله على الساعة التالتة بعد الزوال ان شاء الله فايا وجده وبركان والناظور والدريوش وكادركا تاوريت واقرصي واجرادا بإذن الله وتازا واكنول وتاونات وإساقن وكادركا تازا وتالا وفاس وقاراتبو محمد وامكناس وافران وكادركا عاطف واسكورا مداز وكادركا وزان بإذن الله للا ميمون السدي سليمان واررباط الخميسات وكادركا والماس الرماني بن سليمان داربيداء سلا المحمدي القارب الرشيد ستات خريبقا وكادركا واتزمو زود شيغو خنايف راوت ومفيت وافران وكادركا الجديدة بإذن الله امطر حاضري على سيدي بنور والوالدية والأسفي واليوسوفية بعض الزخات المطرية وكادركا على خميس مدل الحاج وصويرة وكادركا ايدوت بإذن الله ستكون بعض الزخات المطرية على قائلة السرغن Кстати tragناء بن غريت تبقى نسبين ضعيفا ومتفرق على مروكش بإذن الله ستكون أجوى غائمة على ابنه وتشيخ وبعد الزخات المطرية على الجنوب شاقي على أبو عرفة بعيد بمتصل حتى أبو عنان ومعتاركا بحول الله وجدة وزرادة وتاوريت واكنول وقرسيف وعاطب بعد الزغط المطرية على تازا وكدرك فاس ومكناس والخميسات والجالة وسكورة مداز مع احتمال كدرك هوب رياح نسبيا قوية وعلى شمال الملكة وامطار حاضر على وطاط الحاج وميسور وسكورة مداز وإفران ومكناس والخميسات والروماني والماس وخنيفرة امطار عاصفية كدرك على واتزم وابن ملال وزاوت الشيخة ومع تساقطة بعد التلوش على ايميل شيل باذن الله وكدرك وقلعة استراغنة والبروج وبنقرير واليوسفية بإذن الله كدرك خميس ورود الحاج والصوير ومراكش وامزمز واكويمدن بعد تساقطات المطرية ان شاء الله بالنسبة ان شاء الله كدرك اليوم الاربعاء فيتوقع استمرار بعد الزخاط المطرية في الفترة الصباحية بإذن الله على اقصاء شمال المملكة على وزان للميمونة وكدرك اساقن وشفشاور بعد تساقطات المطرية محتمال تساقطات بعد تلوش فوق المرتفعات الاطلس على ايميل شيل وبن ملال امطر حاضر الله ازيلال نسبة ضعيفة وكدرك اوكيمدن وامزمز وتنفيد بإذن الله وزاوة الشيخ ستكون اجواء نسبة باردة مع تشكل ساقيح فوق المرتفعات الاطلس بإذن الله وكدرك على بلفاء وتزنيت وكدرك تفرات وتلوين مع تقص بارد نسبة وما بالنسبة الاقاليم الجنوبية لان المكس تكون اجواء مستقرة الى قائلة السحب عموما بالنسبة لفترة الماسائية والفترة الليلية بإذن الله فيتوقع يستمر بعض الزخاط المطرية على العرائش والرباط وسيد سليمان وكدرك فاس وتازع وكدرك باب برد بإذن الله ومكناس بإذن الله الخميسات سيد سليمان والماس والرماني بحول الله وتازع اما بالنسبة لوجدة ستكون اجواء غائمة كدرك بالنسبة لباقي المناطق اخرى ستكون اجواء نسبة غائمة الى قليلة السحب ان شاء الله اليوم الخميس فيتوقع بين الله دخول بعد التساقطات المطرية على باب برد وسيد سليمان والرباط وتازع وفاس وكدرك خنيف رابح ولله مع احتمال تساقطات الجياء بنسبة ان شاء الله كدرك الفترة الليلية فيتوقع استمرار هذه التساقطات المطرية خصوصا على اقصى شمال المملكة على باب برد وكدرك النظر والرباط وسيد سليمان وتازع وفاس بإذن الله وكدرك قد تهم هذه اللامة منوزان وكدرك شفشاون وقاريت بمحمد امطر حاضر ان شاء الله ضعيفة نسبيل على مرتفعة الريف بالنسبة ان شاء الله الاقاليم الجنوبية للمكس تكون اجواء مستقرة الى قليلة سعوة ما تقدم هذا المنخفض الاطلسي بالنسبة ان شاء الله اليوم الجمعة من المتوقع في فترة الصباحية ان شاء الله تقدم هذا المنخفض ان شاء الله سيعطي تساقطات مهمة على الواجهة المتوسطية وعلى بركان نظر الحسيمة وشفشاون وكدرك إساقن والدريوش وكنول وتاونات وكدرك وزاقاريت بمحمد وصاكا للميبون سدي علال تازي امطر حاضر ان شاء الله على كدرك سيد سليمان وتهلا فاس مكناس الخميسات الريبا التازى الدار بيداء بن سليمان القارة برشيد الرماني والماس خنيف روال الجديدة أولاد فرج وكدرك سيد بنور الوالدية وأسافي والبروج والخريبقام امطر حاضر على خميس أولاد الحاج بإذن الله مع كدرك أجواء غائمة ان شاء الله على شمال الأقاليم الجنوبية للملكاء بالنسبة ان شاء الله كدرك للفترة بعد الزوال ان شاء الله فمن المرتقب بإذن الله استمراء أمطار الخير على أعدات مناطق من الكاء على الجهة الشرقية وكدرك الواجهة المتوسطية والشمال الغربي والسول الأطلسية وكدرك السول الغربي وأمطار مهمة ان شاء الله لجرادة وجده وبركان والنظور أمطار نسبيا معتذي إلى ضعيفة على كدرك تاوريت ودريوش بإذن الله وتاونات وإساقن وشفشاون وزان وكدرك تاونات وقارة ابو محمد سيد سليمان وفاس مكناز تهلا وتازى بإذن الله أمطار حاضر سكورة مدازة وتبيت مع تساقطات تولجية فوق مرتفعة إفران بإذن الله وسكورة مدازة وكدرك أخنا إفراء وزود الشيخ وأدزم أمطار حاضر على ابن ملال وكدرك والمسا الرباط وبعض الزخط المطري على الدار بيدا وبين سليمان وكدرك أمطار حاضر على برشيدة القارستات والبروج وبنقرير وقلعة استراغنة وسديب وعشمان الزيلال وأقادير خصوصا المناطق الوسطى وكدرك الحوز بإذن الله وهضاب الفوسفات وتادلة بإذن الله وسهول الرحمنا بإذن الله واستكون المطار حاضر على الأمز بيزو أكويمدن وإمن تانوتو أيداود وسويرا مراكش وشيشا وبإذن الله استكون بعض تساقطات المطرية مع تساقطات تلجية فوق المرتفعة الأطلس بإذن الله بالنسبة كدركة لقلميم استكون أجواء غائمة إن شاء الله محتمال باطل قطارات المطرية الضعيفة بالنسبة للقاليم الجنوبية للمكس تكون أجواء مستقرة إلى قيلة السحب بحول الله بالنسبة للفترة الليلية فسوف تستمروا هذه الأمطار الخيرة على مرتفعات الأطلس وكدركة لنفس المناطق إن شاء الله أما بالنسبة ليوم السبت إن شاء الله فأمن المرتقب بحول الله أن تكون أجواء كدركة غير مستقرة وتبقى التقصبير نسبيا في موضع مناطق المملكة بحول الله بالنسبة كدركة ليوم الأحد إن شاء الله فيتوقع أن تبقى الأجواء مستقرة إلى قيلة السحب بالنسبة لباقي المناطق الأخرى اليوم الاثنين والثلاثين إن شاء الله فهذه التوقعات بعيدة للمدى قد تتغير إخوة العزاء ومن المحتمل لنهار واحد إن شاء الله أن تكون أجواء غير مستقرة أقصى الشمال ومن كم احتمال زخاة المطارية رادية فهذه التوقعات البعيدة تتغير باستمرار